لكن أنا بشوف لعيبة النادي الأهلي كلهم حاجة كمان لازم أخصها مهمة جداً جداً أكرم توفيق الله لسه كنت بتكلم عليه في بيت الحلقة النهات بك لا تفوتكش مش هتعديك أنت لعيب في الجزئية ديت بتوقف عند نقطة معينة في قطورة فريق الترجي الحمدلوني من لعيبة المهمة جداً لعيبة السريعة لعيبة المبرة ومن جوة خطر جداً على المرمة لكن إزاي أكرم توفيق بقى بيقطع وياخده في ظهره يعني أكرم بقى بياخده في ظهره كمان وقفل حيثة دي بشكل كبير جداً فتوظيف موسيماني أو ممكن تقول أن موسيماني بقى مضطر أن طبعاً مع إصابة كمان محمد هاي وكمان لما جي أحمد رمضان بيكهن كمان أنه بقى عنده اختيار أكرم توفيق سواء أنت كابتن عسلم بقى عندك اللعيبة اللي من نوعية أكرم توفيق أيوة بتريحك أنت كمدير فاني لو هو لعيب راجل وعرف أنه هو هيديك بقلبه وبروحه المية في المية اللي عنده في أي مركز هتلعبه فيه فبيطمنك أنه على أقل في واحد هنا وتد يعني لعيب راجل جدع بتطمن زي ما أنت قلت في جزئة مهمة جداً لأن لازم كل مدير فنية كل مدرب بيبقى معاه حوالي اثنين تلاتة لعيبة بيبقوا جوكر في البلعة بيلعبوا في أكتر من مركز لأن يوم ما بيحصل لي ظروف أو نقص في هذا المركز ممكن أستعين بلايبة تانية يعني أنا ممكن روح مدخل ناحية اليمين دي روح مودي أن هناك مثلاً حطط رم ربيعة ممكن رحواتها ما هو لعب رم ربيعة في الحيطة دي وكمل فيها ناحية اليمين البقرة يتوشتغل بيها بس مش هتديني اللي أنا عايزه قوالة اللاعب أو الأماشة أو الخامة نفسها مش هتديني اللي أنا عايزه لكن أكرم توفيق خفة الحرقة والرشاقة والمرونة واللف والدوران لأنه لعب نصر ما لعب أساساً فلكن هو شوكر يقدر يلعب في الحاجات دي إننا لما حطه في مهمة مهمة إنه هو يحاول يقفل على مفتاح لعب في المنافس قوي جداً لأ بينجح في المنافس ونجح فيها أكرم توفيق